بخصوص البرنامج المتعلق بالسياحة الفطرة اللي 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 تكلم عليها سيد رئيس حكومة كانت غير جوا وجوي هاليا المرحلة اللي اللي تكلم عليها لبالآن التصور العام بالنسبة للسياحة هو أنه في سنة 2030 وصله 26 مليون عبر 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 إحداث عبر لا 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 بالعكس شوف هاد الهاد الأرقام اللي حقاتها السياحة في الشهرين الماضيين اللي هو جوان جوية دون احتساب غشت غشت أيضا غدي رفع من من الأرقام اللي اللي تكلم عليها سيد رئيس الحكومة فنسب الاسترداد نسب الاسترداد را وصلت لواحد الأرقام مقارنة مع 2019 كبيرة جدا في بعض الوجهات خاصة من راكش أقادير طنجا دخلا فهد الآن أولا المساهمة للقطاع في النتيجة الداخلية الخام هي مساهمة مهمة حوالي 7% الأشخاص الذين يشتغلون في القطاع السياحي رقم مهم خال حكومة تطمح إلى إن شاء الله إلى الزيادة في مستقبلا خمس مئة وخمسين ألف منصب شغل الأرقام اللي كانت غير في يونيو يوليوز اللي وصلت تقريبا حيث وصلت لا تفاصيل جوج مليون وفيد لا تفاصيل جوج مليون وفيد في شهرين إلى استهاء أوتو استهاء الشهر الأخرى على طيلة السنة أنا كنتظن في نهاية السنة ستكون الأرقام إن شاء الله جيد سراء فالحكومة فعلا تسعى إلى مضاعفة عدد السياح ليبلغ 26 مليون سائح في أفوق الفيون وثلاثين عبريش عبريش عبريشة المحاور الأول هو النقل الجوي حكومة وضعها هذا الموضوع هذا الصعب يعني في صلب الاهتمام الدين لها النقل الجوي هو المدخل الأساسي لكي نرفع من قيمة أو من عدد السياح اللي كي يهتموا بالوجهة المغربية ثانيا تفق ما بين العرض السياحي والطلب الداخلي والخارجي لابل العرض السياحي متوفر لكن يجب ملاءمته هذا كي يطلب واحد الدراسة يعني ما شو قد نقول لي واحد دراسة مستمرة لحاجيات ومتطلبات السائح سواء الوطني أو للخارجي وهذا هو ما تقوم به الآن الوزارة عبر المصالح ديالها لملاءمة هذا العرض مع الاحتياجات أو مع الطلب الداخلي والخارجي وثالثا هو تحفيز الاستثمار العام الخاص في المجال الدات الأولوية خاصة من التنشيط السياحي والسياحة البيئية إذن المؤشرات كلها مؤشرات إيجابية المساهمة هي مساهمة كبيرة جدا العائدات هي عائدات كبيرة والحكومة تعول على هذا القطع خاصة أن الرؤية الآن واضحة وكل إمكانيات سوف يتم وضعها لإنجاح هذا الورش ترجمة نانسي قنقر